السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم ومنظر ريفي جديد وتفاصيل كثيرة ومهمة ومعلومات ما يستغناش عنها أي رسام يريد أن يحترف هذا المجال في البداية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلة وأنت تجل حزن إن شيته سهلة لا علم لنا يا ربنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم والحكيم المناظر ريفية في الحقيقة من المناظر الجميلة والمريحة الطبيعة طبيعة شيء مريح جدا ولا شك مهما صنع الإنسان ومهما عمل الإنسان أشياء مبهرة وأشياء رائعة إلا أنه تبقى الطبيعة الربانية البسيطة التي لم يتدخل فالإنسان هي الأجمل على الإطلاق والأريح على الإطلاق ولذلك المناظر الريفية البسيطة الطبيعية هي يعني من أجمل المناظر اللي بتستهويني أنا شخصيا يعني منظرنا نهارضة ملامح رغم أن ملامح المنظر كتيرة وتبدو معقدة من أول وهلة للرسامين إلا أن لو اشتغلنا بالطريقة اللي أنا هقول لكم علىها دي هتكون المناظر سهلة مهما كانت المناظر معقدة هتكون سهلة وبسيطة إيه الطريقة دي؟ الطريقة دي أن نحن بنحدد مساحات زي ما احنا شايفين بنملأ مساحات حددنا مساحات الأرض الأرض نفسها اتجسمت لمساحات مساحات فتحة ومساحات غامجة حددتها بسرعة بالخطوط زي ما شفنا وبملأ مساحات وهحط على المساحات دي بعد كده بملامحها بالأضواء والزلاط لكن مهم جدا أن انت تملى المساحات دي الأول وتملى كل مساحة باللون اللائق بها مساحة الشجر باللون الأخضر حتى الشجر مساحات مساحاته مختلفة يعني اللون الأخضر نفسه فيه أخضر فاتح وأخضر غامج أخضر مائل للزرقة أخضر مائل للصفار أخضر فيه رصاصي كده بنحدد المساحات اللي احنا شايفينها قدامنا ونشوف اللون الغالب ايه في المنطقة اللي احنا بنعمل فيها ونملى مبدئيا بلون مبدئيا زي ما احنا شايفين خضار رغم ان احنا بنملى مساحات الأشجار الا ان كل لون وكل درجة بشكل شفت درجات الأخضرات اللي احنا عملنا كل درجة ليها ايه شكلها ولها ده يعني لون مختلف مع انها أسرة واحدة أسرة الأخضرات بنحدد مساحات بدون اي ملامح زي ما احنا شايفين علشان بعد كده نيجع على كل مساحة من دولة ونبدأ نحط ملامحها وملامح يعني ضوء وظل وضوء وظل من نفس جنس اللون اللي احنا شغالين فيه الأخضر بالأخضر والبني بالبني يعني البني بالبني يعني ايه المساحات البنية اللي احنا عطينا دي هندي أضواء بن فاتح وبني أغمج من اللي احنا عطينا فاقتبان ملامحنا واحدة واحدة حددنا المساحات ونبدأ ندي الملامح واحدة واحدة بضربات زي ما احنا شايفين قدام عيننا ضربات بالفرشة ضربات باللون الفاتح وضربات باللون الغامل من نفس ألوان كل عنصر احنا بنعمله شوف احنا بنعمل الجناية دي او المروة دي بندي المية المية بتعكس الأشياء اللي حواليها واللي فوجها المية زي مراية كده ايه الألوان اللي حواليها بنشوفها في المية ولكن ايه بضربات رأسية زي ما شفنا وهنشوف مع بعض واخد بالك في معدية هنا والمعدية بنورة من يم هناك فهيباني النور كأنه معدي من تحت المعدية تابع معي واللاحظ هيظهر معانا بشكل رائع وشكل احترافي جميل جدا وشكل واقعي بإذن الله هذه المعدية زي ما احنا شايفين بنعمل المجسم بتاعها اليام هنا باللون الغامج شوية ونسيب المسطح بتاع المعدية باللون الفتح ونفتح عليه كمان وكمان بالأضواء ان شاء الله وبنحدد مكان حددنا مكان المصورة وسبناها وحتى الجزئية اللي في الناحية التانية من المعدية عملنا يعني ايه دربات غامجة خفيفة كده ولسه هنرجع لها تاني وقاد المصورة بنملاها بنملا الزل بتاعها الدائريا بتاع المصورة دي الاخر هنعدلها طبعا هنشوفها الاخر هنعدلها بسرعة جدا بشكل جميل جدا ان شاء الله مش عايزين نسبج الاحداث شوفت جسر الزل بين المية والأرض اليابس ولكن في اليد التاني من المعدية انا محافظ على المعدية بجسر الزل هوت فاصل بين المعدية والأرض اللي ورا المعدية وطبعا في الجزئية اليمين دي الاضاءة قوية هنا حتى عاملة ضبابية على الزروع اللي في الجزئية دي وبعمل بعض الاماكن اللي ظاهر منها الضوء يعني عادي بعد محطة الأخضر بحط بعض الاماكن المتخللات بين الأوراق ظاهر منها الضوء ساعة ما هرجع بالكاميرا هتبان الجزئية دي اهيوة كأنها ايه فعلا متخللات ولسه بعد مادي ملامح الأشجار هتبان أكثر بدانا ندي الملامح للجزئية دي كأنها أوراق ازاي ضربات بلون أخضر أفتح شوية من اللي احنا كنا عاملينه اللون المبدئي علشان نجي على الأطراف الآخر الأغصان العالية وهنفتح أكثر بعض الأوراق كأنها ايه أوراق عيلة شوية بدانا نفتح أكثر شوية خد بالك من ضراجات الألوان نزود شعرة أصفر وشعرة أبيض ونبدأ ندرب بعض الأوراق اللي طالها الضوء شوية لاحظ معي هذا الأوراق الفتحة بعد ما دينا اللون المبدئي أو مش مبدئي بعد اللون المبدئي عملنا لون أخضر شوية ولكن أفتح من اللون الأساسي ورجعنا بدرجة كمان أفتح ناخد الأطراف واحنا رجعين لورا بتكون الفرشة جلت شوية اللون فيها جلت اللون فيها فتديك وكأنها أغصان زي ما احنا شايفين كده أما الشجرة دي الأخضر بتاعها اللي اليم الشمس أخضر داكن شوية حتى الفاتح بتاعه وملامحها وأخضر ولكن ميل للون الرصاصي شوية طبعا مع إنها أشجار كلها أخضرات ولكن في اختلاف بين شجرة والتانية من درجة والتانية من درجات الأخضرات اللي احنا شغالين فيها بحاول أعمل الكتلة اللي احنا حطناها الأولانية بحاول أعملها أغصان زي ما احنا شايفين كده ونسيب الشجر وننزل على الأرض زي ما تعودنا مع بعض بنتنقل بين العناصر وبعضها نزلنا على الأرض بدأنا نفتح ببعض الأماكن العالية في الأرض هكذا وبتظهر معانا السكة بتاعتنا والطريق بتاعنا واحدة واحدة وإحنا جايين هوت علشان نيجي على المعدية هي كمان ومفتح المسطح بتاعها شوية واللون اللي أنا بفتح بها ده لون فيه رصاص شوية لأنه في الظل مظل أما الجزئية اللي لليم هنا دي اللون لو تلاحظ بجا فيه الحمار شوية يعني معرض للدوق شوية وراجعنا الحتة اللي فيها زلال بنخليها رصاص شوية هكذا الضوء وزل دايماً الضوء فيه حرارة ودايماً الضل مائل للألوان الهدية البردة اللي هو اللبنيات رصاصيات زي ما احنا بنقول دايماً والحتة اللي في الشمال دي زي ما نتقول شوية شيرب كده عاليين شوية بنضرب ضرباتهم برضو بفرشة منتفشة تديك الخربشة اللي احنا شايفينها دي شفت المصورة من جوة فيه إضاءة في النحية التانية والإضاءة مسمعة في المصورة من هنا كده طبعاً هتبهيبان الكلام ده لما تكمل ملامح المصورة بتاعت المعدية دي طبعاً المصورة دي منفرج يا جوي انا هعدلها الاخر مع بعض بسرعة هنخليها دائرية شوية ودهيجة شوية وهتبان رائعة إن شاء الله والإضاءة اللي احنا جزدينها بين من هناك هتبان أكتر شفت الجوزية بتاعت المصورة في النحية التانية كمالة المصورة والشجرة اللي جنب المصورة دي عرقها بين جزرها عاملة عرق كده بطريقة رائعة شاهد معايا وشوفوا لاحظ بتتعامل ازاي بالراحة واحدة واحدة كده زي ما احنا شايفين مع بعض التعليم بالمشاهدة نعمل الشجرة عشان نبدأ نحط فيها زلها ونحط فيها الخربشة بتاعت الشجرة والتجعيد والملابح الملابح بين الارض والمية برضو حطنا جسل الزل وهناخد منه ونطلع واحدة واحدة بفرشة تانية حط الزلك بفرشة وبفرشة تانية منتفشة كده ايه تطلع بالزل ده اليم الإضاءة واحدة واحدة بضربات عشوائية علشان تديك الارض وطبيعة الارض موسيقى ونصيب الارض بعد ما دينا فيها بعض الملامح ونروح للعنصر تاني المصورة نعدل المصورة زي ما اتفاجنا عملنا الدائرية بتاعتها اهو اما الجزئية التانية دي هنلغيها بشوية بني بسرعة خالص الموضوع مش معقد يعني شوية بني ولغينا الملامح القديمة علشان نبدأ نعمل الملامح الجديدة بتاعتنا وبفرشة تانية بندمج اللون البن اللي احنا حطنا ده باللون اللي فوجه علشان يدينا التدريجة اللونية الرائعة دي ونسيب المصورة العنصر ده وننتقل لعنصر تاني الاشجار اللي في البعد هناك نخلصها علشان نشوف عنصر اخر نسيب الشجر ونروح لحطة الخضرية البعيدة دي نسيب الشجر ونروح لحطة الخضرية البعيدة دي نظهر فيها بعض الملامح بدوء من نفس اللون الاخضر ولكن افتح شوية زي ما احنا شايفين كده ونسيب الاخضرات وملامحها ونجي للجرائب هنا شوية الشجرة والجزور بتاعتها نتنقل بين العناصر من عنصر للتاني بنتنقل ليه بنحط بعض الملامح ونسيب العنصر يشد شوية لما نلاقي العنصر ما عادش بيقبل مننا بنسيبه يشد شوية وننتقل لغيره هذا المصورة اللي أجعلها لها تاني أولا نبين الحرف بتاعها والمسطح اللي هو اليم المعدية المسطح اللي هو منفوج يدوبك احنا شايفين منه جزء بسيط جدا وحتى الجزء اللي هو في الناحية التاني بجية المصورة بانت زي ما احنا شايفين بلونها هكذا وما نكملش الخط للنهاية لتحت لان هيكون مزلل شوية من تحت وقادة الضوء اللي جاي من اليد التاني من حتة مفتحة المصورة شفت لسعة الضوء والحز بتاع المية في المصورة ظهر معانا وكأن فعلا في فتحة هنا والظل من يمنا هنا والضوء من يم هناك وحتى مسمع في المصورة زي ما احنا شايفين وادا ملامح الجزور بنبين فيها بعض الملامح والعروق البرزة العالية والعضعضة اللي بتكون في الشجرة واللحاء بتاع الشجرة والعروق الجميلة اللي باينة المية لما كالت الارض اللي تحت الشجرة دي بانت العروق بالشكل اللي احنا شايفينه ده وبعض الاهتزازات في المية سريعا علشان ننتهي من المية علشان لما نعمل الخضرة دي وتيجي اطرافها على المية خلاص نكون انتهينا من المية طبعا الفرشة دي تخينا عملت الزرع ده مبدئيا وبفرشة رفعا زي ما نشوف مع بعض الاخر هناخد الاطراف بتاعة الزرع اللي احنا عملنا ده بفرشة رفعا علشان يطلع مدبب كما ينبغي زي ما نشوف الاوراق المدببة دي والفرشة المروحة بنعمل شوية الرتوش اللي على الارض كأنها اوراق نشفة واجهة على الارض كأنها طوب كأنه طراب حاسوا ملامح الطريق العشوائية طبعا وبالفرشة الرفاية الصغيرة اللي احنا قلنا عليها بندي بعض الرتوش السريعة بالأضواء العالية انهائية أعلى الأضواء وأطراف الأوراق بتكون بالفرشة الرفاية دي بتطلع معك الرتوش دي أضاق وأسهل مع بعض الاهتزازات في المية بنبينها أكتر زي ما احنا شايفين بلون يعني أفتح سنا من لون المية يعني لون فيه الزرقة برضو يعني مش أبيض عشان ما يكونش شاز جدا وباللمسات دي نكون يعني نهينا منظرنا ووصلنا لهاية رحلتنا النهاردة يا رب يا رب نكون استمتعنا مع بعض وأسأل الله تبارك وتعالى ان احنا نكون استفادنا استفادة حقية ودي بعض المناظر اللي احنا عملناها قبل كده اللي ما شافش المناظر دي ايه موجودة بالفعل بالشرح برضو وبالتصور الدقيق وأدى العنب الأحمر والعنب الأخضر فيديوهين رائعين جدا في رسم الطبيعة الصامتة ودي بعض المناظر المختلفة يا رب تعجبكم اللي حابب يشوف المناظر دي يرجع للفيديوهات موجودة من البداية انها بتفصيل وفي نهاية رحلتنا مع بعض بفكركم ما تنسوش وضع اعجاب لايك للفيديو وإلى أن نلتقي ومنظر جديد وأجواء جديدة ورحلة جديدة ومعلومات جديدة لكم مني أطيب المنى وأسمى الدعوات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر